بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعبوة الرحمة العالمين تكلمت عن فضل ليلة القدر وعن الأدلة القوية جدا على أنها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان وطمع الله داعي لتكرار هذا اللي يحب يرجع للأدلة يكتب في جوجل الفضل العظيم ليلة القدر والأدلة الدامغة على أنها ليلة السابع والعشرين سيطلع لك الفيديو عشان الكلام سأقوله كتير وأرجو أن تسامحوني فأني ستتكلم بسرعة حتى لا أطيل عليكم وقدر أقول كله أنا عايز أقوله في أعمال مهمة جدا بالتعامل بيغفر أنها كثير جدا من الناس وصعب عظم جدا واللي بيقدر يعمل أي عمل من الأعمال دي وميعملهوش بيخسر صعب عظم جدا في ليلة القدر طبعا النفقة كتير جدا من الناس ما بينفقش في ليلة القدر ثاني حاجة صلاة التسبيح ثالث حاجة الأسكار في حول حضرتكم مذكرين عظمين جدا رابع حاجة قراءة صورة الإخلاص أي عمل بتعامله في ليلة السابق العشرين اللي احنا بقولون إنها إن شاء الله ليلة القدر وأنا بينت الأدلة كتير وإن ده مذهب سيدنا عمر بن الخطاب مذهب سيدنا عبدالله بن عباس مذهب سيدنا عبدالله بن مسعود مذهب سيدنا أبي بن كعب إنه أقصى منها ليلة السابق العشرين ومذهب حزيفة بن اليمان كاتم من أسرار الرسول صلى الله سلم اللي عمل في هذه الليلة وتركه طبعا ما أقولش الناس تركه تكسل لأن فيه ناس من علماء لهم وزنوهم قالوا إنها بتتنقل يعني أنا بينت الأدلة إن هي الليلة السابق العشرين طيب اللي أنا عايز أقوله إن أي عمل أن تتعمله في ليلة السابق العشرين بيتضاعف بيبقى أكتر من تلاتين ألف ضعف يعني ما قالوا في تفسير قول الله سبحانه الليلة القادر يخيره من ألف شهر يعني أي عمل صالح بتعمله في ليلة السابق العشرين إن شاء الله هيبقى أفضل هيبقى في الميزان أفضل من نفس العامة ده لو أنت عملته تلاتين ألف مرة في تلاتين ألف ليلة تلاتين ألف ليلة دون ما فهمش الليلة القادر ما فهمش الليلة القادر ليه؟ بالأدلة أول حاجة في واحد من دني إسرائيل عبد ربنا 500 سنة في صومعة ومعملش زنب ولا زنب فأشفق الصحابة عندما قص عليهم الرسول صلى الله عليه هذه القصة فلزت هذه الصور ليلة القادر حقيته حتزبقوا الراجل ده بليلة القادر واحد تاني حمل السلاح في بني إسرائيل 500 سنة بجهد في سبيل الله فلزت هذه القصة وبعض رماء قالوا أربع عنبياء أيوب وزاكرية ويوشع بن نون وكالب ابن وقنة اللي هو بيسموه ابن العجوز ودوله أربع عنبية كل واحد منهم عبد ربنا أكثر من 33 و8 سنة لم يوزن بزنبا فأشفق الصحابة فنزل جبريل بها أفضل من ذلك ليلة القطر ذلك كل علماء قالوا كمهور والمفسرين أن أي عمل صالح بتعمله في الليلة دي بيضرب بيبقى في أكثر من 30 ألف عمل في أي عمل تاني طيب ناخد أول عمل النفق كتير من الناس بيقادر عن انفاق وبينفق أثناء الشهر وبينفق آخر الشهر اللي بيطلع زكاة الفطر ما يجيش ينفق في ليلة 27 طيب ليه جنيه تنفقه في ليلة 27 أحسن من 30 ألف جنيه تنفقه في شهر سفر أو شهر ربيع الأول أو شهر ربيع الثاني يبقى أنت لو طلعت مئة جنيه مئة جنيه مئة جنيه في ليلة 27 كأنك تصدقت 3 مليون جنيه في شهر سفر دي لها مبالغة اضرأ 3 مليون جنيه ده أكثر من 3 مليون جنيه ربنا قال خيره من ألف شهر والخيري وربنا ما قالش خيره تقدير 3 مليون جنيه مش عالله 5 أو 6 يبقى طلعت 200 كانك تصدقت بأكثر من 6 مليون جنيه طلعت 1000 جنيه كانك تصدقت ب30 مليون جنيه اضرأ في 30 ألف على طول طبعا إنسان نفيش إنسان عقل يعرف السواف ضي يضيع لذلك أنا يعني السنة النفسي في كل ليلة 27 وفي كل سنة وفي كل عشرة زول حجة اللي هو اليوم تسعة زول حجة اللي هو معرفة في نهار زول حجة لأن نهار زول حجة أفضل من 10 ألف يوم تاني والعمل الصالح فيه مع 10 ألف يوم برضو بأنفق في هذا اليوم فإزاي ما تنفقش ده 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 العمل الصالح بيخفر عندك أكتر من الناس ولو أنت عملته فتتصل بكل مساكين لنت تعرفهم وهاتهم لو ما بدرتش تجبه معنى صلاة المغرب الليل بيبدأ من المغرب إن شاء الله يجو لك على عصر لأنه دوقتي فيه في مشاكل في حظر فدفعوز القهر حاول خليهم يجو لك في أقرب وقت ممكن من صلاة المغرب لأن الليل بيبدأ أو الليلة القدر بتبدأ من بعد المغرب الليل إن شاء الله ليلة السابع لشنة من بعد صلاة المغرب حتى يعني حتى تشرق حتى يؤذن الفكرة ده العمل الأول العمل الثاني العمل عظيم جدا الأسكار الأسكار وسوط الإخلاص وصلاة التسبيح خلينا نفس صلاة التسبيح الأول صلاة التسبيح رسولة السلام عندما علمها لعمه العباس قال الله يا عمي عمي يا عباس ألا أخصك ألا أحبوك ألا أمنحك ألا أهديك بعشق الصال تخفر لك بها ظلوب كلها أولها وآخرها كبيرها وصغيرها كأقديموها وحديثوها سروها وعلنياتوها وأولوها وآخروها وخطأوه وعمدوها عشر عشر بمعنى أنك تخرج من الصلاة دي كأومة ولدتك أمك بل في رواية من الروايات الحديث ده صحه أكثر من مئة عالم في رواية من الروايات الرسول حسن بيقول وتغفر ضلوبك لو كنت أعظم أهل الأرض زنبا وفي رواية تانية لو كانت زنوبك أد حبات الرمر الأفضل من كده أن جاء في فضلها كما تذكر أحناف كتب الأحناف في كتب مراق الفلاح أن من صلىها ولو مرة واحدة دخل الجنة بغير سبيقة حساب وراء عزيزي للفضلية العظيمة لأنك تسبح فيها تطبيق تسبيحة كل واحدة منهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أضبع فكانت كان بعض العلماء ينكروها للأسف في لاجنة الفاتوى الفاتوى في الأذر كان بتمكيرها دلوقتي طلع بيان بيحس عليها الأسف الشريط وده يوريك أنك ما تستخش في رأي أي عالم إلا بالدليل يعني كان الناس بتعترض علي لما بتكلم مع أن صححة الحديث أكثر من 100 عالم وحجاته من الصححة ما صلهاش أو ما جاهش أزم ما صلهاش خاشة أنتفرد على الأم خاشة أدو خاشة أنتفرد على الأم والإمام أحمد لما سمع أن عبد الله الحديث ويصليها رجع أن تضيف الحديث طيب ولذلك رأس أزمي قال صليها صليها أو لوم مرة كل في السنة مرة كل لوم إن لم تستطع مرة كل أسبوع لم تستطع مرة كل شهر لم تستطع مرة كل عام إن لم تستطع مرة واحدة في الأمر مرة واحدة في الأمر طبعا السلف الصالح وده يقوي الكلام ده كانوا يصلونها في رمضان صلف الصالح من التابعين كانوا يصلوا الصلاة دي في رمضان احصل ليه? احصل ليه ليلة 27. يبقى اذا هي حريقة ان تصلى هذه الصلاة في ليلة 27. للسباب العظيم لان SALT ضعف تلاتين اكتر من تلاتين الف ضعف. بتقول تقرى الفتحة وتقرى صغيرة باقين تقول سبحان الله الحمد لله لا لا الا الله والله اكبر خمستاشن مرة تركع تروح ايلا عشر مرات. بترفع من ركوع تول عشر مرات. باقين تزجد تول عشر مرات ترفع من السجود تول عشر مرات. تزجد السجدة التانية 10 مرات ترفع من السجدة التانية ما تقومش تفضل قاعد تقول 10 مرات تبا كده اجمع هتلاقي 75 تسبيح فاربع ركعات يعملوا 300 تسبيح كل واحدة منهم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر يعني 1200 تسبيح سواب عظيم جدا جدا ده العمل التاني اللي لازم تعمله ان شاء الله في الليلة السبعة لشرين العمل الثالث اللي تعمله في الليلة السبعة لشرين وبيغفر عنه كثير من الناس الذكر فيه ذكر تقسم الأسكار فيه ذكر أفضل من الذكري الله الليلة مع النهار ومع الليلة بمعنى ان انت لو قدت الذكر ده لو مرة واحدة بتاقض الصواب في الميزان يوم القيامة أفضل ما تقعد 24 ساعة لو ععدت 24 ساعة لتنم ولا تاكل لو تشعب ولا تعمل أي حاجة هتاخد صواب الذكر الزكر ده في الميزان حيكون افضل من ان ده تذكر ربنا سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة لا تفطر عن ذكر الله مرة واحدة طيب ده الكلام ده في الامة العادية في الامة العادية فما بيكون بقى لما تقول هذا الذكر في ليلة القدر يبقى كأنك ذكرت ربنا سبحانه وتعالى اكتر من 30 الف يوم متواصلة للنهار لا كنت بتاكل لا كنت بتشرب لا كنت بتنام لا اي حاجة الحديث الزكر بيقول ليه يعني ابي امام الباهلي رضي العام قال دخل علي رسول الله انا في المسجد وحرك شفتايا فقال لي ما تعملوا ابا اماما قلت احرك شفتايا قلت اسكوا الله يا رسول الله قال افعلمك ذكرا افضل من ذكرك الله الليلة مع النهار والنهار مع الليل قلت بلا يا رسول الله قال انت تقول سبحان الله عرض ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عرض ما في السماء وما في الارض سبحان الله ملء ما في السماء وما في الارض سبحانallah عده ما احصى كتابه سبحانه الله ملء ما احصى كتابه سبحانه الله عده كل شيء سبحانه الله ملء كل شيء ستقول الحمد لله مثله ذلك ستقول الله أكبر مثله ذلك ستقول لا إله إلا الله مثله ذلك الذكر من بلخته رعي أسOpen قسع جوامع الكلم لو قلت مرة واحدة بس في الميزان أفضل من أن تتذكر ربراس عشرين ساعات واصلة إيه إله قوي الحديث ده الحديث صحيح لكن إيه إلي قوي المعنى ده ان سيدنا معاذ ابن جبل كان ورده اليومي 10 تلاف تسبيحة فرحة صحيحة سيكون قال له سأعلمك ذكر أفضل لك من 10 تلاف تسبيحة تدور في الميزان هذا الحديث ليس صحيح كذلك والذكر لا يصل ولا يرقى إلى مستوى هذا الزكر هذا الزكر أفضل من الذكر الذي أعلمه سيدنا معاذ لذلك سيد أبو هريرة كان يسبح كل يوم 12 تسبيح وكان يأكل ويشرب وينام وكل شيء فالواحد مننا قدرته لو قاعد 24 ساعة أنا سبحت 800 تسبيحة في ذلك الأسكار لا يأخذ سبحت 8 دقيقة مني فالنسان لو قاعد يذكر 24 ساعة متواصلة ليس سيسبح أكثر من 50 ألف تسبيح وتجرب لو عندك القدرة تقعد 24 ساعة لا تأكل وتشهر ولا تنهم وتسسك وتسبح 50 ألف تسبيحة يعني 50 ألف نخلة في الجنة يبقى إذن قدرت الواحد يمكن بذكر 24 ساعة يتغرس له كل يوم 50 ألف نخلة يضرب في 30 ألف يوم يبقى إذا تغرس بالذكر ده في ليلة السبعة واللشرين مليار ونص يضرب 50 ألف في 30 ألف مليار ونص شجرة مليار ونص شجرة يصير الراكب وفي ظليها مئة عام لابلوق آخر كل الظل تحت الشجرات بتاعك الراكب ليس ماشي ومعنى الواحد بيننا سيخش سيخش الجنة على طول سيدنا آدم 50 إلى 60 زراعة يبقى أنت قدرتك في الماشية ولما تمشي 100 سنة تمشي يبقى أنت ستزود من رأسك في الجنة لما يتغرس لك أكثر من مليار شجرة بالذكر ده العمل الثالث ده ذكر من الأسكار في ذكر تاني جاء في حديثين واحد منهم صحة العلماء بعض علماء وعند تاني حسنوا بعض علماء لو أنت لو قلت سبحان الله ولا إله إلا الله أكبر مئة مرة الصبح ومئة مرة بالليل بتاخد مئة حجة ومئة غزوة وكأنك تصدقت مئة بدن يعني مئة جمل وكأنك أعطقت مئة أولاد من بني إسماعيل فالتصور ده لو قلت وقلت برضو في ليت السابق طيب ده الحاجة التانية الحاجة التالتة اللي بغفر لعنا كثير من الناس قرأة صورة الإخلاص صورة الإخلاص لو مرسوع السلام قال للصحابة من منكم يستطيع أن يقرأ صورة القرآن في رايل؟ قال له من يطيق ذلك رسو الله قال من قرأ صورة الإخلاص فقد قرأ صورة القرآن هتقد صورة تلاتة وتلاتين ختمة كل تلات مرات بختمة اضرب تلاتة وتلاتين ختمة في أكثر من تلاتين ألف عمل يعني كأنك قتمت القرآن مليون مرة بلا مبالغة في الميزان يوم القيامة ده خير إنك هتفن قصور الرسول السلام قال والحديث صححه الإمام الألباني وهو من أصح مرسيل سيدنا سعيد بن المسيب وتقبله جمهور العلماء بالقبول لأن سيدنا سعيد بن المسيب من كبار التبعين وهو من أوداد الصحابة الحديث بيقول من قرأ كله الله أحد عشر مرات بنا الله له قصرا في الجنة ومن قرأ عشرين مرة بنا الله له قصراين ومن قرأها ثلاثين مرة تم بنا الله له ثلاثة قصور فقال في رواية عمر بن القطاب إذا نكسي رسول الله وقال الله أكثر وقاطية وفي رواية أبو وقل الصديق مش كرة وبس ده بتزوج من رأسك بقى مش من الأصول بس طب الأصل ده مساحت وقادي إيه أنا بقول الكلام ده في غير ليل السابع العشرين الله أعلم بقى عدد القصور هيتضاعف ولا مش هيتضاعف أنا أنا يعني لا أظن إن عدد القصور هيتضاعف والله أعلم لكن أظن إن حسنات وعدد ختمات القرآن تتضاعف لكن من يعلم فالرسول الله وقصر النبي والشاهيد به خمسة ألاف غرفة ولا نكسيjer قال الخيمة تفسير ستون ميلا في ستين ميلا وارتفعوها بين السماعة والأرض يعني الخيمة أو الغرفة ألخل 365 ميال مربع ولا نكسي امسي إن في خمسة ألاف غرفة قصر النبي قال عليا صل turb now قصر النبي والشاهيد به خمسة ألاف غرفة اضرب خمسة ألاف غرفة ت miraculous يعني 21 مليون ميال مربع يعني 30 مليون كيلومتر عاشر قصور. لو انت قرأت تقول الله عاشر مئة مرة يبقى انت حتبن عاشر قصور يعني تلتمئة مليون كيلومتر يعني زودت مراسخ في الجنة هعولي تلت تلت مليار كيلومتر. يعني ماقرب من نص مليار كيلومتر. ده في غير ليلة القدر. طب لو قلنا لو قرأناها في ليلة القدر. يبقى انت هتخد. هتختب كده انت ختمت القرآن مئة الف مليون مرة. لانك كل تلت مرات بختمة. ده في غير رمضان. المية ادرب بقى في افضل من تلاتين الف. طب والأ مصور. الله اعلم. ده غير بقى من الحر العين. من راسك من الحر العين. ومن ودان المخالدين. لان القصر في الجنة. رسيدنا عمر الخطاب كان يقول. او تدرن ما جنته عدم. قصر بيه عشرة الاف باب. على كل باب خمسة وعشرون الف امرأة. كل اصر الغرفة بيقى فيها واحد او اثنين او ثلاثة من الحر العين. يبقى انت لما بتبدي اصر في الجنة. بتدخر الاف من الحر العين. ده في غير ليلة القدر. في العامة العادية. خلي بالكم. وحنا بقول ان السواب. بنحتسب وعلى رب العم سبحانه وتعالى بيضاعف ثلاثين الف وضعف. او اكتر من ثلاثين الف وضعف. ده غير كم عزيز جدا من المغفرة. ده غير دخول الجنة بغير سابق. ده رسوع سامقان. من قرأ كل والله احد. كل يوم. الحديث ده ذكره الامام التبراني في مواجهة من الاوسط. وذكره الامام السيوتي في الدر المنصور بالتفسير في البضاء العظيمة لإكسار من كل والله احد. من قرأ كل والله احد كل يوم خمسين مرة. سامع مناديا من قبر يوم القيامة. يقول له كم مادح الله فادخوا للجن ده في القامة العادية. انك تقرأ كل يوم عشر مرات بعد. ببالك بقى لما تقرأها ليلة السبع العشاء. ده العمل التالت اللي بيخفر عنه كثير من الناس. العمل الرابع اللي بيخفر عنه كثير من الناس. انه قلنا صلاة التسبيح. صورة الاخلاص. الذكر اللي انا قلته ده. النفقة. وخلبتكم من النفقة ده اكتر حاجة بيخفر عن الناس. الحاجة التالت الخمسة. دينه بيعملها بعض الناس. او اكثر الناس. صلاة العيشة والفجر في الجامعة. هذا الحديث ذكره الامام مالك. عديث مرسل. وهو ايضا من مراسل سيدنا سعيد المسيف. ولذلك هو قريق جدا من الصحيح. وله شهد كتير في الزلون التقوي. من قرأ من صلى. من شهد الفجر. العشفجر في جماعة. ولا شاء في جماعة. في ليلة القدر. فقد اخذ بحظه من ليلة. فقد اخذ بحظه منها. وفي رواية تانية. من صلى او شهد الفجر والعشاء. من اول رمضان الى اخره. في المسجد. فقد اخذ. فقد اخذ. فقد اخذ. فقد اخذ بحظه من ليلة القدر. فقد اخذ بحظه من ليلة. ليه? لانت ما تصلي فجر في الجامعة بقيم ليلة بحالها. يبقى في ليلة القدر. يبقى احسن من ثلاثين الف ليلة. والعيشة بنص ليلة يبقى خمسطراشر الف ليلة. يعني يقرم من خمسين الف ليلة في ميزان كيوم القيامة. طبعا. ميزان الساب. وانا قلت. اللي بيسمع عن نداء. وما يلبهوش. جما جاء في الحديث الصحيح. لا تقبل صلاته. من سمع عن نداء. فلا يمنعهم ان ي ينبه. من غير عزر. لم تقبل منه الصلاة والتي صلها. قال صلى الله من عزر قال اخفهم امره. فحش نتحصل هذه السواب في شهر رمضان. نصر في النظر عن المساجد مغلقة الآن. كل المساجد مغلقة. على من اغلقها الاسم. وسيسأل يوم القيامة. ونحن بشدي بشكلتنا. اللي متعود يصلي خمس صلات في جماعة. متعود يصلي طول كل السنة. يصلي فجر والعاشة في جماعة. حيحصل هذه السواب هو في بيته. لكن إن استطعت أن تصلي بجماعة. إن استطعت فصلي. ما يدرتش. هتأخذ السواب لو انت متعود. لو انت مش متعود. يبقى خلاص راحة السواب. لان احنا ربا رسو الله تعالى بيقعد السواب للي محافظة على هذا الكلام قبل ما يكون مريض أو قبل ما يكون مسافر أو قبل ما يحصل أزر القهر يمنعه. فده وريك الفضل العظيم. إيه اللي يتقوى الحديث ده كمان. إيه اللي يتقوى الحديث ده كمان. إن جاء حديث صحيح عن كسيم من الصحابة. إن اللي بيصلي العاشة في الجامعة. وبعده يصلي بعدها أربع ركاعة متصلات. كان يصلي الأربع ركا وانت كلمت عن السنة دي كثيرا. صلاة أربع ركاعة بعد الأشاء في جماعة في كل يوم تحصل بها سواب ليلة قدر. لقد كده كالأربع عدق دون صلاة مبالة قدر. هذا صعب جيد جدا. فده يقوي هذا الحديث. فإذا كان الكلام ده إذا كان هذا السواب في غير في الأيام العادية. فهم لكم بقى في رمضان أو في ليلة قدر يكون السواب ازرق. فأهم الأعمال نفقة. أوعى الضائع عنهم ده من غير نفقة. تصل باللي تتعرفهم. يرتب من دلوقتي. وحاول تتنفخ في هذه الليلة بأك قدر ممكن. ثاني حاجة الأسكار. ثالث حاجة أهم حاجة صوت التسبيح. صوت التسبيح. رابع حاجة قراءة صوت الإخلاص. مئة مرة ومئتين مرة على قد ما تقدر. تشهد الجماعات إن استطعت أن تشهد الجماعات خاصة العشاء والفجر. لأن العشاء بنصف ليلة والفجر بيقام ليلة بحالها. وكل واحدة بينهم بحجة تامة إلا بيت الله الحرام كما جاء في الحديث الصحيح. اللي بيصلي سلامة كتوبة في المسجد بيكتاب له حجة تامة إلا بيت الله الحرام. حاول اكتبكم هذا تحت فيديو. اتسخوا. شونا شعز عامي. شو طواب عظيمة. العلم علما في الله أجرم عن بي يوم القيامة. لا نقوم ذلك. مشاهدتوا. شوش تفعلي الجرس واشتراك في القناة. وسلاكم كل جديد. وانساعدون على عشر الصنة روية. كل قول هذا. استخفى الله اليوم.